الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمي أرحم الراحمين لا شك أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله تعالى هو مصدر عزتنا وسبيل سعادتنا في الدنيا والآخرة ولذلك فإن من المتعين على كل مسلم ومسلمة أن يهتم بهذا القرآن العظيم وأن يعتني به وأن يتعلمه ويحرص على تطبيقه وامتثال ما جاء فيه حتى يهتدي في الدنيا والآخرة لأنه لا تتحقق الهداية في الدنيا ولا السعادة في الآخرة إلا لمن اهتدى بهذا القرآن الكريم كما قال عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن هنا فإننا مخاطبون كمسلمين مؤمنين بهذا القرآن مخاطبون بهذا الكتاب الكريم ومطالبون بتعلم ما فيه والعمل بكل ما أرشد إليه ولا شك أنه لا يمكن أن نعمل بهذا القرآن الكريم ولا أن نهتدي به إلا إذا تعلمناه وحرصنا على معرفة ما جاء فيه ومن هنا فإن العلم يأتي في المقدمة ودائما يقول العلماء إن العلم قبل القول والعمل كما قال ربنا عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ومن العلوم المهمة التي تحتاج عناية واهتماما العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم فنحن نسمع في كلام أهل العلم عندما يتحدثون عن تفسير القرآن وعن بيان معانيه نسمع في كلامهم المكي والمدني ونسمع أسباب النزول سبب نزول هذه الآية كذا ونسمع في أثناء حديثهم عن القرآن ونقرأ كذلك في الكتب القرآن الكريم نزل في ليلة القدر والقرآن الكريم نزل مفرقا وأول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن إضافة إلى أشياء كثيرة تتعلق بالقرآن الكريم نسمع مثلا القصة في القرآن الكريم قصص القرآن الكريم الأمثال في القرآن الكريم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم العام والخاص في القرآن الكريم كل هذه المصطلحات ينبغي أن نسأل أنفسنا ما المقصود بها وهل هي ضرورية لا بد أن نتعلمها وإذا كان لا بد من تعلمها فكيف نتعلمها كل هذه المصطلحات التي ذكرتها آنفا المكي والبدني وأسباب النزول وأول ما نزل وآخر ما نزل إلى غير ذلك من المصطلحات عني بها علم من العلوم المهمة التي يعني اهتم بها العلماء قديما وحديثا ولا تزال تدرس في المعاهد وفي الجابعات ألا وهو علم علوم القرآن الكريم وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في هذا المقرر علوم القرآن الكريم نبين موضوعات كثيرة تتعلق بالقرآن الكريم تعيننا على فهمه وعلى الاهتداء به لأننا حتى نهتدي بالقرآن بعد الإيمان به لابد لنا من ثلاثة أشياء الأمر الأول قراءته أو ما يسمى بتلاوته القراءة أو التلاوة ثم فهم معانيه وتدبرها ثم العمل بما فيه التلاوة التدبر والفهم العمل وبعضهم يجعل الفهم ثم التدبر فتكون أربعة التلاوة القراءة الفهم التدبر العمل هذه الأمور كلها تحتاج إلى قواعد وإلى أصول وإلى مسائل لا بد أن نتقنها حتى نتقن هذه الأمور كلها فعلم التفسير يعنى بالفهم وعلم التجويد يعنى بالقراءة والتلاوة ومما يتعلق بالفهم كذلك والتدبر علم علوم القرآن فهو يدرس أشياء كثيرة تعين على فهم القرآن لأن التفسير تفسير القرآن لا بد من إتقان علوم متعلقة به كأسباب النزول والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك وهذا ما يدرس في علم علوم القرآن الكريم وهذا هو عنوان كتاب من كتب أو من الكتب التي ألفت في هذا الفن علوم القرآن وهو الكتاب المقرر في هذه المادة وهو الكتاب المرجع الرئيسي الذي سنعتبد عليه في دراسة علوم القرآن الكريم نبدأ ما يتعلق بمسائل علوم القرآن الكريم بمقدمة مهمة لا بد من فهمها واستيعابها حتى ننطلق بعد ذلك في القرآن أو في مسائل هذا العلم فسنتحدث في هذه الدقائق عن تعريف علوم القرآن ثم أهمية علوم القرآن ثم نشأة علوم القرآن ثم أهم موضوعات علوم القرآن فما تعريف علوم القرآن الكريم طبعا كما تلاحظون علوم القرآن علوم القرآن تتكون من كلمتين علوم القرآن فعلوم مفردة والقرآن مفردة العلماء في مثل هذه المصطلحات المركبة يسمونه مركب إضافي متكون من مضاف ومضاف إليه يحرصون في التعريف على التفصيل فيعرفون العلوم وحدها ثم يعرفون بعد ذلك القرآن ثم يعرفون المصطلح كاملا فما المراد بعلوم القرآن الكريم طبعا العلم أو العلوم جمع علم كما هو واضح علوم جمع علم والعلم ضد الجهل ويطلقون عدة تعريف على العلم لا يهمنا التفصيل فيها وإنما يهمنا ما نحتاج إليه في هذه المقدمة السريعة إذن نقول العلم ضد الجهل ويطلق العلم ويراد به إدراك الشيء على حقيقته كما يقول بعضهم إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما وبعضهم يقول هو القطع بالشيء والجزم به يقينا كما قال الله تعالى وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت هذا من حيث إطلاق العلم ويطلقون العلم كذلك على المسائل المدونة في فن من الفنون مثلا علم التفسير علم النحو علم الفقه فالمسائل المدونة في هذا الفن يطلقون عليها علما وهو المراد بالعلوم هنا علوم القرآن العلوم جمع علم والعلم هو المسائل المتفرقة التي يجمعها فن واحد أو موضوع واحد وسنجد من خلال التعريف لعلوم القرآن بعد قليل أن علوم القرآن هذا تضم علوما وموضوعات متفرقة كل موضوع منها يصلح أن يكون علما من العلوم إذن علوم جمع علم والعلم ضد الجهل ويطلق ويراد به إدراك الشيء على حقيقته كما يطلق ويراد به الفن الذي يجمع تحته مسائل متفرقة يضمها أو تجتمع تحت موضوع واحد أما القرآن الكريم فسيأتي له تفصيل إن شاء الله في مبحث مستقل في تعريف القرآن وبيان أوصافه وأسمائه لكن هنا مبدئيا نعرف القرآن باختصار سيأتي التعريف بالتفصيل في مبحث مستقل لكن القرآن الكريم هنا طبعا هو معروف وبعض الناس وبعض العلماء يقولون المعروف لا يعرف القرآن الكريم معروف كل مسلم يعرفه حتى غير المسلمين يعرفون ما هو القرآن الكريم من حيث العموم لكن القرآن الكريم إذا أردنا تعريفه بتعريف واضح فنقول هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته ما المقصود إذن هذا طبعا عرفنا علوم القرآن من حيث التجزئة علوم وحدها والقرآن وحدها ما المراد بعلوم القرآن مجتمعة هذا ما سنوضحه إن شاء الله في اللقاء القادم في درس آخر أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين